هستيريا داء الكوليرا التجار متخوفون من تفقم الوضع ويعتبرون أن عدم وجود خطاب رسمي مطمئن فإن الخضر والفواكه على مستوى الأسواق ستعاني كسادا كبيرا مما سيتسببه في خسائر كبيرة للفلاحين مستقبل الحالة كما هكذا والحكومة صامتة كما رأى هكذا تبقى الأسواق طابة لأن المستهلك رح يزيد تخوّر وكنت زي ثاني نسبة الوباء بره ويبار كما نقوله باللي صح يتنقطع الشك من اليقين باللي الوباء هذا جنب الخضر والله من الفواكه هذه الموسمية النسي نورمال مش رح يزيد تاكل الفواكه هذه أصلا سوى في الأماكن اللي فيها الوباء هذا ولا ما فيها شوية ضر المشتري ولي خاف ولي خاف بزيف قلت بصوتو كان كان الدلاء كان شوية بتيحة شوية الدلاء خافوا بزيف قال أقول لي ما يدبعش عن فراك قلون عن فراك وما يدوس الإقبال على الخضر والفواكه من طرف المواطنين وزيادة في الطلب على مواد التنظيف والمواد المعاكمة كله يدخل ضمن فوبيا وباء الكوليرا ترجمة نانسي قنقر شكرا